الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين قال الإمام رحمه الله تعالى باب في الألفاظ التي يقتضي الإجاز استعمالها في تفسير كتاب الله تعالى قال علم أن القصد في لا إجاز العبارة قد يسوق المتكلم في التفسير لا يقول خاطب الله بهذه الآية المؤمنين وشرف الله بالذكر الرجل المؤمن من آل فرعون وحكى الله تعالى عن أم موسى أنها قالت قصيه ووقف الله ذرية آدم على ربويته بقوله ألست بربكم ونحو هذا من إسناد أفعال إلى الله تعالى لم يأتي إسنادها بتوقيف من الشرع وقد استعمل هذه الطريقة المفسرون والمحدثون والفقهاء واستعملها أبو المعالي في الإرشاد وذكر بعض الوصوليين أنه لا يجوز أن يقا يقال حكى الله ولا ما جرى مجراه قال القاضي أبو محمد رحمه الله وهذا على تقرير هذه الصفة له وثبوتها مستعملة كسائر عوصافه تبارك وتعالى وأما إذا استعمل ذلك في سياق الكلام والمراد منه حكت الآية أو اللفظ فذلك استعمال عربي شائع وعليه مشى الناس وأنا أتحفظ منه في هذا التعليق جهدي لكني قدمت هذا الباب لما عسى أن أقع فيه نادرا واعتذارا عما وقع فيه المفسرون من ذلك وقد استعملت العرب أشياء في ذكر الله تعالى لا تحمل على ما جازك كلامها فمن ذلك قول عامرٍ يرتجز بالنبي صلى الله عليه وسلم فاغفر فداءً لك ما اقتفينا وقول أمي سلمة فعزم الله لي في الحديث في موت أبي سلمة وإبدال الله لها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قولهم الله يدري كذا وكذا والدراية إنما هي التأتي للعلم بالشيء حتى يسير ذلك قال أبو علي واحتج بعض أهد النظر على هذا الإطلاق بقول الشاعر اللهم لا أدري وأنت الداري قال أبو علي وهذا لا ثبت فيه لأنه يجوز أن يكون من غلط العراب قال القاضي أبو محمد رحمه الله وكذلك أقول إن الطريقة كلها عربية لا يثبت للنظر المنخول شيء منها المنخول شيء منها وقد أنشد بعض البغداديين اللهم إن كنت الذي بعهدي ولم يغيرك الأمور بعدي وقد قال العجاج فارتاح ربي وأراد رحمتي وقال آخر قد يصبح الله أمام الساري وقال الآخر يا فقعسي لما أكلته لمه لو خافك الله عليه حرمه وقال أوسن أبني لبينا لا أحبكم وجد الإله بكم كما أجد وقال الآخر وإن الله ذاق عقول تيم فلما رأى خفتها قلاها ومن هذا الاستعمال الذي يبنى الباب عليه قول سعد بن معاذ عرق الله وجهك في النار يقول هذا للرام الذي رماه وقال خذها وأنا بن العرق وفي هذه الأمثلة كفاية فيما نحواه إذ النظير لذلك كثير موجود وإذا خرج شيء من هذا على حث مضاف فذلك متوجه في الاستعمال الذي قصدنا الاعتذار عنه والله المستعان قال باب في تفسير أسماء القرآن وذكر السورة والآية هو القرآن وهو الكتاب وهو الفرقان وهو الذكر فالقرآن مصدر من قولك قرأ الرجل إذا تلا يقرأ قرآنا وقراءة وحكى أبو زيد الأنصاري وقرآن وقال قتادا القرآن معناه التأليف قرأ رجل إذا جمع إذا جمع وألف قولا وبهذا فسر قتادة قول الله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه أي تأليفه وهذا نحو قول الشاعر ذراعي بكرة أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جانينا أي لم تجمع في بطنها ولدا فهو أفره لها والقول الأول واقوى أي القرآن مصدر من قراءة إذا تلا ومنه قول حسان بن ثابت يرث عثمان بن عفار رضي الله عنه ضح بأشمة عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا أي قراءة وأما الكتاب فهو مصدر مصدر من كتب إذا جمع ومنه قيل كتيبة لاجتماعها ومنها قول الشاعر واكتبها بأسيار وأما الفرقان فهو مصدر لأنه فرق بين الحق والباطل والمؤمن والكافر فرقا وفرقانا وأما الذكر فسمي به لأنه ذكر به الناس آخرتهم وإلههم وما كانوا في غفلة عنه فهو ذكر لهم وقيل سمي بذلك لأن فيه ذكر الأمم الماضية أو الأنبياء وقيل سمي بذلك لأنه ذكر وشرف لمحمد صلى الله عليه وسلم وقومه وسائر العلماء به وأما الصورة فإن قريشا كلها ومن جاورها من قبائل العرب كهذيل وسعد بن بكر وكنانة يقولون صورة بغير الهمز وتميم كلها وغيرهم أيضا يهمزون فيقولون سؤرة فهما من همز فهي عنده كالبقية من الشيء والقطعة منه التي هي سؤر وسؤر من أسأر إذ أبقى ومنه سؤر الشراب ومنه قول الأعشى وهو ميمون بن قيس فبانت وقد أسأرت في الفؤاد صدعا على نأيها مستطيرا أي أبقى فيه وأما من لا يهمز فمنهم من يراها من المعنى المتقدم إلا أنها سهلتهم زهمزتها ومنهم من يراها مشبهة بصورة البناء أي القطعة منه لأن كل بناء فإنما يبنى قطعة بعد قطعة وكل قطعة منها سورة وجمع سورة القرآن سور بفتح الواو وجمع سورة البناء سور بسكونها قال أبو عبيدة إنما اختلف في هذا فكان سور القرآن هي قطعة بعد قطعة حتى كمل منها القرآن ويقال أيضا للرتبة الرفيعة من المجد والملك سورة ومنه قول النابغة هذبياني للنعمان بن منذر ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب فكان الرتبة بنت حتى كملت وأما الآية فهي العلامة في كلام العرب ومنها قول الأسير الموصي إليهم إلى قومه باللغز بآيات ما أكلت معكم حيسا فلما كانت الجملة التامة من القرآن علامة على صدق الآتي بها وعلى عجز متحد بها سميت آية هذا قول بعضهم وقيل سميت آية لما كانت جملة وجماعة كلام كما تقول العرب جئنا بآياتنا أي بجماعاتنا وقيل لما كانت علامة للفصل بين ما قبلها وما بعدها سميت آية ووزن آية عند سيباويه فعله بفتح العين أصلها آية تحركت الياء الأولى وما قبلها مفتوح فجاءت آية وقال الكساي أصل آية آية على وزن فاعله حذفت الياء الأولى مخافة أن يلتزم فيها من الإضغام وما لازم في دابة وقال مكي في تعليل هذا الوجه سكنت الأولى واضغمت فجاءت آية على وزن دابة ثم سهلت الياء المثقلة وقيل أصلها أيه على وزن فعله بسكون العين أبدلت الياء الساكنة آلفا استثقالا للتضعيف قاله الفراء وحكاه أبو علي عن سباويه في ترجمة وكأي من نبي وقال بعض الكوفيين أصلها أيه على وزن فاعلة بكسر العين أبدلت الياء الأولى آلفا لثقى للكسر عليها وانفتاح ما قبلها الحمد لله رب العالمين نحمده ونشكره ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسريمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس السادس من مجالسنا في قراءة مقدمة بن عطية لكتاب المحرر الوجيز وهو آخر المجالس في ذلك بإذن الله جل وعلا وقد عقد المؤلِّف في آخر هذه المقدمة أبوابًا أما الباب الأول فهو في تعبيرٍ واستعمالٍ يتكلم به أهل التفسير ينسِبونه إلى الله جل وعلا ومن المعلوم أن ما يُنسَب إلى الله فالأصر فيه أنه توقيفي فلا نُثبِتُ لله إلا ما أثبتَه لنفسه ولا ننفي عنه إلا ما نفاهُ عن نفسه وأما ما سكت عنه فإننا نسكُتُ عنه وهذه القاعدة المقرَّرة تشمل كل ما يُنسَب إلى الله فإنما يُنسَب إلى الله جل وعلا على أربعة أنواع النوع الأول الأسماء التي تسمَّ رب العزة والجلال بها من مثل الرحمن والرحيم والعزيز ونحوها من الأسماء والثاني مما يُنسَب إلى الله جل وعلا الصفات فيُنسَب إلى الله عددٌ من الصفات والأصل في الصفات أنها إما أن تكون مرتبطةً بالذات وإما أن تكون غير مرتبطة بالذات فما لم يرتبط بالذات فهو على نوعين النوع الأول مما يُضاف إلى الله من الأوصاف الأمور المعنوية وهذه تُثبت على أنها صفة لله عز وجل والنوع الثاني الأمور الحسية فهذه لا تُثبت صفةً لله جل وعلا ومن أمثلة هذا رحمة الله وبيت الله فرحمة وصفٌ معنوي فيكون من صفات الله وبيت الله أمرٌ حسي فلا يكون من صفات الله عز وجل والأمر الثالث مما يُنسَب إلى الله الأفعال فإن الفعل نُثبته لله عز وجل من مثل خلق الله هذا خلق ونُثبته والنوع الرابع الأخبار فلا أسماء نأخذ منها صفات ونأخذ منها صفات وأفعال وأخبار والصفات نأخذ منها أفعالًا وأخبارًا ولا نأخذ منها أسماءً والأفعال نأخذ منها الأخبار ولا نأخذ منها الأسماء ولا الصفات والأخبار لا نأخذ منها لا أسماء ولا صفات ولا أفعال ومن أمثال الأخبار في قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله فإنه في هذه الآية أخبر بأن الله شيء ولكن لا يجوز أن نأخذ من ذلك فعلا ولا صفة ولا إسم الإشكال الذي أورده المؤلف هنا أن هناك حاجة لتفسير حاجة في تفسير كلام الله عز وجل إلى أن ننسب إليه شيئا من الأفعال لم يرد في النصوص وصف الله أو نسبتها إلى الله جل وعلا ويذكر أن المفسرين قد تجاوزوا وفعلوا ذلك وجرى على ألسنتهم وعلى أقلامهم فقال المؤلف اعلم أن القصد إلى إجاز العبارة أي إلى تقليل الكلام أي أن قصد المؤلفين وهدفهم في تقليل الكلام قد يسوق المتكلم في التفسير أي المفسر لكلام الله عز وجل أن يقول خاطب الله بهذه الآية المؤمنين خاطب هذه اللفظة فعل فنسب الفعل إلى الله جل وعلا وقد يقول مرة وشرف الله بالذكر الرجل المؤمن من أهل فرعون فقال شرف ومرة يقول حكى الله وهذا اللفظ لم يأتي إثباته ولا نفيه حكى الله تعالى عن أم موسى أنها قالت قصي ووقف الله كلمة وقف هذا فعل لم يأتي في النصوص إثباته وقف الله ذرية آدم على ربوبيته بقوله ألست بربكم ونحو ذلك من إسناد أفعال إلى الله تعالى لم يأتي إسنادها بتوقيف من الشرع وما ينسب إلى الله من الأفعال على أربعة أنواع النوع الأول ما ورد إثباته في النصوص في الكتاب والسنة فهذا نثبته ولا إشكال فيه والنوع الثاني ما نأخذه من الأسماء أو نأخذه من الصفات والصواب أن ما كان كذلك يجوز أن ننسبه إلى الله جل وعلا والثالث ما ورد نفيه أو نفي ما يكون بمعنى فهذا لا يجوز أن نثبته لله جل وعلا ويبقى عندنا ما يكون له مماثل من الأفعال التي نسبها الله عز وجل إلى نفسه فهذه هي التي تبقى محل البحث فيها قال المؤلف وقد استعمل هذه الطريقة بنسبة هذه الأفعال إلى الله عز وجل المفسرون والمحدثون والفقهاء واستعملها أبو المعالي الجويني عبد الملك بن يوسف الإرشاد وذكر بعض الأصوليين أنه الأصوليون هنا يراد بهم علماء المعتقد أنه لا يجوز أن يقال حكى الله ولا ما جرى مجراه قال القاضي أبو محمد وهذا على تقرير هذه الصفة له وتقدم معنى أن هناك فرقا بين الصفات والأفعال وهذا على تقرير هذه الصفة له وثبوتها مستعملة كسائر أوصافه تبارك وتعالى وأما إذا استعمل ذلك في سياق الكلام فالمراد منه حكة الآية وتقدم معنى أن الصواب أن الآية هي كلام الله وكلام الله لا يحكي ولا يقال حكى اللفظ ولا حكة الآية وإنما ينسب إلى الله والذي ينبغي ويحسن أن تلتزم الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة من مثل لفظة قال الله كما قال تعالى قال الله لا تتخذ إلهين إثنين وقال المؤلف فذلك أي كلمة حكت الآية استعمال عربي شائع وعلي إما شاء الناس قال وأنا أتحفظ من هذا اللفظ في هذا التعليق أي التفسير وأحاول أن أجتنبه ما استطعت إلى ذلك جهدي لكني قدمت هذا الباب في مقدمة التفسير لأنه قد يقع مني نادراً ومن ثم يكون بمثابة الاعتذار والتنبيه على ذلك الخطأ قبل وقوعه ثم أشار المؤلف إلى أن العرب قد تستعمل أشياء في ذكر الله لا تحمل على حقيقتها وإنما تحمل على المجاز ومثل لذلك بقول الشاعر فاغفر فداء لك مقتفينا والأصل في المغفرة والأصل في المغفرة أن تكون لله وأراد هنا العفو والتجاوز عما وقعوا فيه قبل ذلك ومثل هذا في قول أم سلمة فعزم الله لي فعزم الله لي يقول كأن لفظة عزم هذا فعل فنسبته إلى الله جل وعلا وفي الحديث في موت أم أبي سلمة وإبدال الله لها منه رسول الله لما مات أبو سلمة أبدالها الله خيراً منه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قولهم الله يدري كذا فإن هذا اللفظ يدري لم يأتي في النصوص وهو فعل وقد أثبتوه في كلامهم منسوباً إلى الله جل وعلا ومن المعلوم أن الدراية إنما تكون معرفة الشيء بعد جهله قال والدراية إنما هي التأتي للعلم بالشيء حتى يتيسر ذلك والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من أمور خلقه وقال أبو علي واحتج بعض أهل النظر على هذا الإطلاق بقول الشاعر لهم لا أدري وأنت الداري فأثبتوا فعل دراء لله عز وجل بل قد أثبتوه صفةً وإسماء وقال أبو علي وهذا لا ثبتفي أي لا يجوز أن نستند إلى هذا البيت الشعري لأن الذي قاله شاعر من العرب من أعرابهم ولا يجوز أن نستند على قول أعرابي في إثبات صفة أو إسم أو فعل لله جل وعلا قال القاضي أبو محمد يعني ابن عطية رحمه الله وكذلك أقول إن الطريقة كلها عربية لا يثبت للنظر المنخول شيء منها فإن هذا يقول استعمال عربي وإذا كان كذلك كأنه لم ير فيه شيئا من البأس وقد أنشد بعض البغداديين لا هم معناها اللهم إن كنت الذي بعهدي أي إن كنت لازلت باقيا على العهد الذي بيني وبينك ولم تغيرك الأمور بعدي فإن هذا في أصل إطلاقه ممنوع منه في الشرع فالله جل وعلا قد كان على أكمل الأمور وأتمها ومن ذلك والوفاء بالعهد ولا يغيره شيء من مثل ذلك وهكذا قول العجاج فارتاح ربي وأراد رحمتي ارتاح أي تخلص من ذنبي ومعصيتي وليس المراد به الراحة التي تقابل التعب والجهد فالله جل وعلا ما يمسه من لغوب ومثله قول الشاعر وقد يصبح الله أمام الساري وكلمة يصبح نسبها إلى الله جل وعلا والمراد بها أنه سبحانه يقع ويكون أمامه وقال الآخر يا فقعسي لما أكلته لمه لو خافك الله عليه حرمه فالله جل وعلا لا يخاف أحدا من الخلق لكنه نسب هذا الفعل إليه والمراد به أن الله عز وجل لو أراد نجات هذا الحيوان منك لجعله محرما عليك ومثله في قول الشاعر وجد الإله بكم كما أجد فالوجد هنا نوع من أنواع المحبة ولم يثبت نسبتها لله جل وعلا ومثله في قول الشاعر وإن الله ذاق عقولتي من والذوق إنما يكون لابن آدم فلما رأى خفتها قلاها أي أنكرها وأبعدها قال ومن هذا الاستعمال الذي يبنى الباب عليه قول سعد بن معاذ لما شارك في غزوة الأحزاب وكان هناك جزء من كتفه ظاهرا فجاءه سهم من رجل أطلقه وقال خذها وأنا بن العرقتي فقال سعد رضي الله عنه عرق الله أو عرق الله وجهك في النار فكلمة عرق يقول المؤلف أنها لم تأتي منسوبة إلى الله جل وعلا والمراد جعل الله وجهك يتعرق ويخرج منه العرق وقال المؤلف في هذه الأمثلة كفاية وإن خرج شيء من هذا على حذف مضاف قد كما قلنا فيه عرق الله وجهك تخريجها أن المراد جعل الله وجهك يخرج منه العرق في النار فهذا متوجه في الاستعمال وثم ذكر بعد ذلك المؤلف بابا في تفسير بعض الألفاظ التي يكثر تردادها عند الأصوليين وكما تقدم معنا أن ما يقدمه المفسرون في أوائل كتبهم التفسيرية يكون على أنواع متعددة فمن ذلك أنهم يضمنون المقدمات أهمية القرآن وأهمية تفسيره ويضمنونه ثانياً قواعد التفسير ويضمنونه مصادر التفسير التي ينبغي الرجوع إليها ويضمنونه أموراً تاريخية من تاريخ كتابة المصحف وتاريخ تفسير ونحو ذلك ومن الأمور التي تشتملها هذه المقدمات التاريخ بشيء من المصطلحات التي يكثر دورانها في هذا العلم وهذا الباب الأخير مما يخدم هذا الهدف فأورد قال باب في تفسير أسماء القرآن وذكر السورة والآية فهذه الألفاظ يكثر تردادها عند أهل العلم فاحتاج إلى التعريف بها وقد ذكر المؤلف من أسماء القرآن كلمة القرآن وكلمة الكتاب وكلمة الفرقان وكلمة الذكر فمن أمثلة ذلك قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى فعرف المؤلف هذه الكلمة فقال بأن أصل هذه الكلمة القرآن ومصدرها في لغة العرب من الفعل قراء فهو مأخوذ من القراءة والمراد بقراءة التلاوة والنطق بالحروف المكتوبة يقال قراءة قرآنا وقراءة قراءة وقراءة قراءة وأصل معنى القراءة أن تكون بمعنى جمع الحروف وضم بعضها إلى بعضها الآخر فيقال قراءة الرجل إذا جمع وألف قولا وبهذا فسر قتاد قول الله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه بأن المراد به تأليفه بضم كلماته إلى ما يناسبها من الكلمات ونقل من قول الشاعر ذراع بكرة أدمى بكر هجان اللون لم تقرأ جنين فقوله لم تقرأ أي لم يجتمع إليها الجنين في بطنها وفهو أفره لها يعني أنه إذا كانت الناقة لم يسبق لها ولادة تكون أعلى درجة من الناقة التي سبق لها الولادة ويقول بأن القول الأول بتفسير القرآن بأن المراد به التلاوة أفضل من تفسير القرآن بأن المراد به التأليف ومثل لذلك بقول الشاعر ضحَّوا في قتل عُثمان أي أن هؤلاء المخالفين لأوامر الله الخارجين على ولاة أمورهم قتلوا عُثمان فسماه تضحية ضحَّوا بأشمط يعني قتلوا عُثمان فسماه أشمطًا لأشمط لأن الأشمط هو الذي اختلط فيه عنده الشعر البياض بشعر السواد عنوان السجود به أي علامة السجود موجودة في جبهته لكثرة ما يسجد رحمه الله يُقطِّع الليل أي يمضي في الليل ويستغل الليل ويستعمله في التسبيح وقراءة القرآن والمراد بالتسبيح التنزيه وقرآن أي قراءةً لكتاب الله عز وجل فهذا ما يتعلَّق بالإسم الأول إسم القرآن ومن أسمائه الكتاب كما في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه أهدًا للمتقين وكلمة الكتاب مأخوذةٌ من الفعل كتاب والمراد به وضع الحروف على ما يُكتب عليه وسميت كتابه لأن كتب في اللغة بمعنى جمع فإنه لما جمعت الحروف في الرسم سميت بهذا الإسم كتابه ومنه قيل لجماعة الجيش كتيبة لأنهم يجتمعون قال ومنه قول الشاعر واكتبها بأسياري إلى أسيار جمع السير وهو الحبل الذي يُربط به فقال اكتبها أي اجمع أفرادها بسير وحبل يجمعها ويجعلها ويجعل بعضها عند بعضها الآخر وأما الإسم الثالث فهو إسم الفرقان كما في قوله تعالى وَتَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا والفرقان مصدر الفعل فرَّق بالتشديد أي ميَّز الأشياء بعضها عن بعض وسمِّي القرآن فرقانًا لأنه يُفرِّق بين الحقِّ والباطل ويُفرِّق بين المؤمن والكافر ويُقال فرَّقَ فرقانًا وفرقًا وتفريقًا وأما الإسم الخامس فإسم الذِّكر وقد جاء إسم الذِّكر في عددٍ من الآيات في كتاب الله الوصف هذا القرآن بأنه هذا الذِّكر فسمِّي القرآن بهذا الإسم إما لأنه يُذكِّر الناس بالآخرة ويجعلهم يستعدون لها وإما لأنه يُذكِّرهم ويعيد أمر علمهم بإلههم وخالكهم فيصرفون العبادة له أو يُذكِّرهم بما غفلوا عنه من حقائق الأمور فهو ذكرٌ لهم وقد قيل بأن القرآن سُمِّي بهذا الإسم الذِّكر لأنه اجتمل على سيَّر الأنبياء السابقين والأمم الماضية وكيف أنزل الله عز وجل العقوبات بمن عصى وأنزل الخيرات بمن أطاع وقيل في سبب تسمية القرآن بالذِّكر لأن الذِّكر من معانيه الشَّرف وعلو المنزلة وهذا القرآن ذكرٌ لمحمدٍ صلى الله عليه وسلم ولقومه كما في قوله تعالى وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وكما في قول الله جل وعلا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ قِيلَ شَرَفُكُمْ وَعِزُّكُمْ وَعُلُوُّ مَنْزِلَتِكُمْ وَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ بِهِ أي أن الله عز وجل يجعل للعلماء بكتاب الله الشَّرف والمنزلة الرفيعة ثم انطلق المؤلف إلى تفسير لفظين اشتهر ذكرهما وترديدهما في تفسير القرآن أولهما لفظة السورة فإن العرب تستقول سورة بغير همز وهذا هو لغة أهل الحجاز من قريش وهذيل وسعد بن بكر وكنانة وبينما تقول قبيلة تميم سؤرة وفي ذلك شيء من الروايات قال فأما من همز وحينئذ يكون هناك فرق بين كلمة سورة وسؤرة في التفسير والمعنى فأما من همز في قول السؤرة فإن السؤرة في لغة العرب بقية الشيء ولذا يقال سؤر الهرة طاهر وسؤر الكلب يغسل سبعة يغسل الإيناء منه سبعة فأما من همز فهي عنده كالبقية من الشيء والقطعة منه التي هي السؤر وسؤرة من أسأر إذا أبقى ومنه سؤر الشراب قال الأعشاء فبانت وقد أسأرت في الفؤاد صدعا على نأيها مستطيرا فبانت أي فارقتني ولم أعد أرها وأشاهدها وقد أسأرت أي أبقت في الفؤاد أي في القلب صدعا أي شقا بسبب تعلق قلبه بها على نأيها أي على بعدها مستطيرا أي أن هذا الصدع صدع كبير جدا وفقوله وقد أسأرت أي أبقت فيه وأما من لا يهمز وهم أهل الحجاز فيقولون سورة فمنهم من يراها من المعنى المتقدم وهو الإبقى إلا أنها سهلت همزتها وهناك من يقول بأن المراد بالسورة الحدود لأن كل سورة من سور القرآن لها حدود لا تتداخل مع السورة الأخرى قال ومنهم من يراها مشبهة بسؤر البناء أي القطعة منه لأن كل بناء إنما يبنى قطعة بعد قطعة فكل قطعة يقال لها سورة البناء ولكن المؤلف لم يرتضي هذا فإنه قال إن هناك فرقا بين سورة سورة البناء وسور القرآن فسور القرآن يقال سور إذا جمعت بضم السين وفتح ألواو بينما سورة البناء يقال فيها السور بتسكين ألواو لا بفتحها ونقل عن أبي عبيدة قال إنما اختلفنا في هذا فكأن سور القرآن هي قطعة بعد قطعة حتى كمل منها القرآن فكأنه يرى أن المصدر فيهما واحد ويقال أيضا يعني أن لفظة السورة والسور يستخدم بإطلاق آخر في الرتبة الرفيعة من المجد والملك فإنه يقال سورة الملك سورة الملك أي أبهته ومكانته ومنه قول نابغ الذبيان للنعمان بن المنذر ألم تر أن الله أعطاك سورة أي عزا ومجدا وشرفا ورفعة ترى كل ملك أو كل ملك دونها يتذبذبي فكأن الرتبة أنبتت حتى كملت قال وأما المصطلح الآخر من المصطلحات التي تدور كثيرا على ألسنة المفسرين فهو مصطلح الآية والآية يراد بها في لغة العرب العلامة يقال آية كذا أي علامته وآية كما في قول الله عز وجل آية ملكه أن يأتيكم التابوت أي علامة ذلك ومنه قول الأسير الموصي إلى قومه باللغزي بآية ما أكلت معكم حيسا فهو يريد هذا رجل مأسور أراد أن يبلغ رسالة إلى قومه يذكرهم بأشياء تمكنهم من عدوهم ولكن الذي سينقل هذه الرسالة واحد من العدو أو من أتباعهم وبالتالي احتاج إلى أن يوجد في كلامه شيئاً ومعنى لا ينتبه له العدو ويفهمه قومه وأصدقاؤه فيكون ذلك من أسباب انتصارهم على هذا العدو فقال بآية ما أكلت معكم حيساً فهو يذكرهم بأنه واحد منهم ويذكرهم بالحديث الذي جرى عندما وضعوا الحيس والحيس نوع من أنواع الطعام فقوله بآيتي أي بعلامتي ما أكلت معكم حيساً قال فلما كانت الجملة التامة من القرآن علامة على صدق الآتي بها كما تقدم أن الله أعجز العرب أن يأتوا بمثل آية من القرآن إذن الآية الواحدة فيها علامة على الإعجاز وعلى صدق الله عز وجل ولذا سميت بهذا اللفظ آية لأنها علامة على ذلك وهي كذلك آية وعلامة على عجز المتحدى بها فإن العرب تحداهم الله أن يأتوا بآية مثل آيات القرآن ولذا سميت آية فإذن وهذا أحد الأقوال في سبب تسمية الآية بهذا الإسم بينما هناك طائفة يقولون سميت آيات القرآن بهذا الإسم آية لأن لما كانت الجملة وفيها مجموع كلام فيها مجموع كلام والعرب تطلق على المجموع آية كما تقول العرب جئنا بآيتنا أي بجماعتنا وهناك قول ثالث بأن الآية فيها علامة على الفصل بين الجملة وغيرها من الجمل فنهاية الآية فيها علامة على التفريق بين الجملة الوارد في الآية التي قبلها والآية التي وردت بعدها وهذا لا يخرج من تفسير من قال بأن معنى الآية العلامة فهم يقولون لما كانت الآية علامة للفصل بينما قبلها وما بعدها سميت بهذا الإسم آية وبقي بحث أخير في كلمة آية آية هذه على أي شيء وزنت ما وزنها ما وزنها فهناك من يقول بأن وزنها على صيغة فعلة بفتح الفاء والعين أصلها آية آية بيا أين فلما تحركت الياء الأولى وكان ما قبلها من الهمزة مفتوحا فجاءت هذه اللفظة آية فآء المد هنا مكون من شيئين على هذا القول الهمزة والياء التي أدخمت معها والقول الثاني أن أصل كلمة آية هو آية بكسر الياء على وزن فاعلة ولكن هنا حذفت الآية الأولى وقيل آية ولم يقل آية لأن حذفت الآية الياء الأولى لخشية أن يلتزم ما فيها من الإدغام كما في لفظة دابة فإن أصلها الفعل دبب فلما أوتي منها باسم الفاعل قيل دابة لأن الباء هنا تعتبر عن باءيني والقول وقال مكي في تعليل هذا الوجه سكنت الياء الأولى وأدغمت فجاءت آية على وزن دابة ثم بعد ذلك سهلت الياء فأصبحت حذفت منها الشد لعدم اشتباهها بغيرها والقول الآخر يقول بأن أصل كلمة آية أنها كانت على وزن فعلة أيه بسكون العين ولياء فيها ولياء فيها أبدلت الياء الساكنة ألفا استثقالا للتضعيف وبالتالي أدغمت الآلفان فقيل آية وهذا قول الفرى وحكاه أبو علي عن سيبا ويف في ترجمة وكأي من نبي وقال بعض الكوفيين قولا آخر فيقال بأن أصلها أيه على وزن فعيلة بكسر العين ولكن الياء الأولى أبدلت ألفا إذ كيف يتجتمع يا آني وإحداهما مكسورة والأخرى مفتوحة فأبدلت الياء الأولى ألفا لوجود أو لثقة للكسر عليها ولكون ما قبلها كان مفتوحا هذا بحث متعمق في آصل كلمة آية والمقصود أن لفظة الآية يراد بها في لغة العرب العلامة بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة وجعلنا الله وإياكم من الهدات المهتدين ونذكر هنا بأن المؤلف رحمه الله أغفل عدداً من المباحث القرآنية المتعلقة بتفسير كلام رب العزة والجلال وإنما أشار إلى أهمها ووفقكم الله لكل خير وجعلكم الله ممن يكتسب العلوم النافعة والأخلاق الطيبة والأعمال الصالحة كما أسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن له قلب سليم ينتفع بماله وولده يوم المعاد وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردًا حميدًا وأن يوفقهم للعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أسأله جل وعلا أن يوفق أولاة أمور المسلمين في كل مكان وأن يجعلهم من الهدات المهتدين من أسباب الخير والهدى والصلاح والتقوى رضي الله عنكم رضي الله عنكم رضي الله عنكم أسأل الله أن يحبكم وأن يرفع درجاتكم وأن يعلي منازلكم وأن يجعلكم موفقين في كل أموركم هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين موسيقى موسيقى موسيقى